اشتركوا في القناة بينما سحب ستنتشر ضمن طيارات غربية جنوبية غربية رطبة من الأقصى الجنوب نحو منطقة تيندوف احتمال لبعض الأمطار على شكل زخات إن شاء الله رعدية لتلتحق خلال واخر النهار على منطقة بن عباس فيخص درجات الحارة الدنيا خلال هذه الليلة دائما منخفضة على المرتفعات في الدرجة دون الصفر كديناميقياس على الهضب العليا الشرقية وكذلك منطقة الجلفة درجتين على العاصمة تيزيوزو والبويرا ثلاث درجات على بشار تسع درجات على ولاية تيندوف ثلاث درجات على الصهراء الوسطى 17 درجة على أقصى الجنوب أما خلال ظاهرة الغد إن شاء الله درجات الحارة القسوى دائما في استقرار تقريبا على كافة المناطق الشمالية دائما منخفضة على الهضب العليا الغربية مع تسع درجات فقط ترتفع على كل منتلمسان مستغانم كذلك كهران وعينتي موشنت لتقارب الـ 21 درجة 16 درجة على العاصمة 13 درجة على بسكرة المغير وتوكورت 14 درجة لكون من بشار بن عباس وتيندوف 22 درجة على الصحراء الوسطى دائما مرتفع على أقصى الجنوب لتقارب 32 درجة أما البحر خلال يوم الغد يبقى هادئ على السواحل الشرقية رياح ضعيفة بينما بحر قليل اتراب لمطر محليا خاصة على الوجهة السحيلية الغربية هنا رياح تشتد تصل غير 50 كم في الساعة خلال يوم الثلاثة إن شاء الله دائما ضمن الطيرات غربية جنوبية غربية رطبة على منطقة تيندوف وصحراء الوسطى إذن أمطر على شكل زخات رعدية إن شاء الله ستخص كل هذه المناطق بينما على المناطق الشمالية سحب ستنتشر على الوجهة الغربية نسبة رطبة عالية من المناطق الشرقية نحو الجنوب الشرقي خلال يوم الأربع إن شاء الله دائما نسبة رطبة عالية مع ضباب على السواحل مع هبوب رياح قوية على الوجهة السحيلية الغربية سحب ستنتشر سوفلة كثيفة أحيانا على المرتفعات والهضاب لكن مرفوقة بأمطار رعدية دائما على ولاية تيندوف والصحراء الوسطى درجات الحارة ترتفع خاصة على الوجهة الغربية خلال يوم الخامس دائما أمطار رعدية ستخص سحراء الوسطى كذلك ولاية تيندوف تحت وقع الرعود لتلتحق خلال أمسيا إلى الهضاب العليا الغربية بينما دائما هبوب رياح قوية على الوجهة السحيلة الغربية نسبة رطوبة عالية مع ضباب من الجنوب الشرقي نحو المناطق الشرقية غرب الشمس اليوم الغد سيكون بحول الله في تمام السادسة و26 دقيقة وهذا توقيت النسبة العاصمة وما جورها من مدن أشكركم على المتابعة أمسيا طيبة للجميع في أمانيا